نفتحه ملف استقالة عمار سعداني من الأمن العامل لجبهة تحرير الوطني لكن هذه المرة مع أحد خصومه السابقين داخل الحزب سعد رحمن بلعيات صباح الخير أنا من المدافعين على الحزب لكنت خصم لي سعداني داخل لا ما نش خصمه أنا هو دار الخصومة تعومه وش معي أنا دارها مع الشرعية ودارها مع الحزب كله إذن أنا موش خصمي ولأنا أذكر مستقليكم بخير أذكر مستقليكم بخير يلا هذي مناورة جميلة منك في بداية النحوش سعد رحمن بلعيات نعم أذكر سبيقيكم بخير هي إقالة من استقالة السعداني؟ هي من حيث النصوص ما هي لا إقالة ولا استقالة وما هي؟ ما عندوش منصب وكباش تحبوا يستقيل مصبوا أمين عام الأفلان ما وش أمين عام تغلط وش يكون مالا؟ ما وش أمين عام إنسان اغتصب المنصب بطريقة مخجلة وبطواطئ كبير إذن طواطئ من من؟ طواطئ من الذين أيدوه ومن الذين دفعوا رئيس أيض سعداني؟ ها رئيس ما أيش سعداني كيف يقول لك؟ كيف شمال الرئيس كان مداعم سعداني يحطوا على رأسك؟ خلينا موش هذا مشكلنا أيدوه لا ما أيدوش المهم إذا كان نتكلموا على الرئيس هذه خطوة إيجابية لتحرير الحزب من عدم الشرعية هذه اللولة إذن حنا نتعاملوا معها إيجابيا نعم ندعوا معنا إيجابيا وإن شاء الله سامح لي سيبراءة نقول لنقطة لأنك قلت كلام خطير ما بين قوسين أنه السيد ما كانش عنده شرعية يعني وثلث سنوات على رأس الحزب معترف به من طرف وزارة الداخلية كأمين العام معترف بها كأنه كنت تمدلنا في المعلومات ولا الدفع عليه إلا الدفع عليه هاي نعطيك الجواب ما يشمع طرف نحن نتحطوه من الناحية القانونية أنا وراني تكلم لك أنا خارج القانون راني ينمينا في كامل لو عند وزارة العدلة والاجتماع اللي هو جا فيه وإذا ماضي خلينا نتكلموا على المستقبل اللي جا فيه الرخصر غادها مجلس الدولة وبعد مجلس الدولة ما كانش هيئة قضائية أخرى هذا انتهاء حب أن تكلموا على المستقبل الآن ذهبوا خلينا نحكي شوية على الماضي نبعك بشرحوا المستقبل خف لي ما عندكش الوقت بركم إلا عندك الوقت أنا مستعد معك نعطوك الوقت نعطوك الوقت نعليك ما فيش مشير صحيح لكن مدام أنه لجنة المركزية كانت معترفة أبي سعداني كأمين عام لي الحزب لماذا مدام أنه مشي شرعية لماذا لجنة المركزية كانت معترفة تصرفت تصرفت ضمن الشي اللي كان شاتيه الآخر اللي كان تقولوا عليه أمين عام كيف كان يتصرف مع أعضاء اللجنة المركزية ومع أعضاء اللي يسميهم هو مكتب سياسي ها عكاينها عبارة شعبية وشي يسميوها الراس تحت الزورة أنا آعي ما أقول الراس تحت الزورة معنى كيف يحضر هو ويوقف ويتكلم لا أحد يتكلم ولا يناقش ولا عنده وجود هذا نظن بأن هذا الأمر انتهى الجال الآن الآخر وهذا ما ننفيه باللي عمارس عيداني مناضل وعضو اللجنة المركزية المؤتمر التسع جمال ولد عباس مناضل وعضو اللجنة المركزية للمؤتمر التسع هذا الأمر هذا تعراس تحت الزورة نظن انتهى وصي جمال ولد عباس ما رايش يسلك نفس السلوك مع إخوانه المناظرين نعم مع إخوانه المناظرين هستنقل نروح الآن إلى مرحلة جمال ولد عباس مدام انت حبيت تخطيها مباشرة في البداية تسكية جمال ولد عباس من طرف عضاء اللجنة المركزية كأمين عام للحزب لغاية 2020 شرعي ولا مش شرعي ما بنية على بطل فهو بطل لأن السيناريو نهار لول موش صحيح والكاستينج موش صحيح للآن هل السيناريو تغير ماذا بينا يكون تغير وهل الكاستينج لايق ولا موش لايق باش يتغير السيناريو واش لازم يتغير باش نشوفه بالحزب بالحالة هذه ما يقدرش يربع انتخابات على لأنه ما كانش المصداقية والقاعدة النظالية مايش معاه والساحة السياسية فيها نفور من هذا الوضع وهذا التصرف دخل الحزب وهذا ما يخدم لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحزب ولا الأغلبية اللي هي تساند الحكومة تساند الحكومة يعني انت الآن تنادي إلى عقد مؤتمر استثنائي يبطل المؤتمر العاشر ما تفسرش في بلاستي ما تترجمنيش بخلال بخلال هي بسا ما تترجمنيش موش هكذاك حتى الناس اللي يسمعون لنا يفهموا يلا الأمر قلتك كان الرأس تحت الزور انتهى ها إن شاء الله الناس يستعيدوا حريتهم أو يريدون يتكلم عنهم إن شاء الله يقول ليوا أحرار وإن شاء الله ما يكونوش عنصر إعاقة للمأمورية أنت الأخ جمال والعباس يعني هنا تقصد المكتب سياسي موش مكتب سياسي برك لجنة مركزية كلها والمحافظين اللي يدرهم حتى خارج الشرعية هذا الأمر هذا نظن باللي السيناريو والكاستين يصلح المرة هذه ويروح إلى الأساس وبالتالي ما يصبحوش هذا الإخوة اللي كانوا الرأس تحت السورة إعاقة على الكاستينج جديد عبد العباس يخليه ويخدم ويخليه وينفذ الخطة لإستجابلها الرئيس بهذا الاستقالات اللي تكلمنا عليها ونشوفوا وين نروحوا وبين نصلحوا أمور الحزب ونربعوا انتخابات نعم نتوقفوا عند نقطة إستجابلها الرئيس أنت في رأيك الرئيس لي من إستجاب إستجاب للوضع المزري اللي هو يتأكد منه بعدة الوسائل اللي عنده كرئيس حزب ورئيس جمهورية ولي المقاومة اللي قمنا بها احنا ليرفض هذا الأمر الواقع المزري والمخزي لكن سيب العياط انتم عندكم تلتسين وانتم تناديوا الرئيس نحي سعداني سعداني غير شاي نحي سعداني الرئيس ما استجاب لكم شطيلت هذه المدة لكن هذه المرة استجاب يعني إخيه ونحا إخيه لكن ليس استجابة لمطالبكم استجابة المرحلة الراهنة لنحن تحسب كما هما تأخذنا العزة بالإذن من اللي احنا هما الأبطال ونحن نحينا سعداني ونحن نحن نحن نجبنا منحنا ولكن مقاومتنا لا يستهن بها ولازم تسجل لو ما كان هذه المقامة ما كانش وفي العمل السياسي نعم لما تكون أمام أطراف سواء داخلية في حزب أو خارجية لو ما تفرص عن اللي مقابلك أن يعمل شي ما يتبرعش عليك وبالتالي المقاومة أنا عندها وجود نظالي ووجود سياسي والحمد لله جاءت نتيجة ولو بعوام الأخرى ولو بعوام الأخرى لكن تظن أن المقاومة تاكم والمعارضة تاكم هي اللي سامت في إقالة سعداني إذن كنت حبيت نقص من هذا يعني تقول ذكرك تسير فيها هكذا كنت تقول لي نذك نذل أني ما قلتك شراني مدير قاعد نصوتي وشوفوني وحليلي وغلبس عيداني مانيش نشف مزال حال السيب العيات ناسم يتابعوا فينا راني قلتك ناسي دي كنت تقول لي مزال حال لأننا راني هارف خذ راحتك في الحديث ما كاش مشكل فقط أنا تنافس ملا ذكنا مانيش مخضرحتي راني مستعد رايب لي راني كل حرية معك أراك تبلي مقلق شوية بكسبح أبدا لا 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 لما تقول حاجة مش مليحة منفتسم لك شانا يا لكن مش مليحة هذه حقيقة يا سيب العيات تنظلوا حتى نتيجة يعني حتى هذه الآخر مرة وكأنه ركبت الموجة انتوما صراحة آه نا هذا طرح جديد هذا وهذا موجة وجانب للحقيقة ولكن مناش معتمدين على هذه مش نصح أمور الحزب أمور الحزب أن حجرة الحجرة اللي كانت عائق رحت الآن رانا مع سيناريو وكاستينج جديد إن شاء الله إن شاء الله للسيناريو تبدل وكاستينج جديد وبالتالي نتمنى بأن الآخ جمال ويد عباس ما ينضعش نفسه سجين أنت أمر داخلي نعم أنتك تركز على مستطلح كاستينج يلا نقول الكاستينج جديد جمال ويد عباس في أول كلمة بعد تسكيته من طرف أعضاء اللجنة المركزية قال أن نمدي يدي لكل المناظرين باش نلموا الشمل ونجمعوا الفرقاء هل تشوف أنتم من بين المعنيين أنكم بهذه الدعوة تعمل جمال ويد عباس نحن ليس نمدي يدو وليس صدق الناس هذا حقنا لأن يعود الحزب إلى المجرأ إلى السكة الحقيقية ويلقاعدة الحقيقية لو يستمر أنا كنت قلتك سيناريو كاستينك إلا كان كاستينك يكمل في السيناريو الفاسد الأول هو ما ينجح ونحن نكمل ننظله والحزب يخسر في الانتخابات بل هذه الطريقة بهذا التسلوب وبهذا الهدف رأى ما يخدموش وما ننسوش بل الحزب رئيسه هو رئيس جمهورية رئيس الجمهورية حتما أنه تعيين جمال ولد عباس وتسكيته رح يخليه أنه يسلك طريقة آخر من كرش أفضل لكن أنتم سيب العياط لحد الآن تلقيته اتصال من جمال ولد عباس لا 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 هذا أين بدأ هذا أين بدأ أحنا الكلام من قبله هو من قبله هو سامحي سيب العياط الآن ربما جمال ولد عباس يشوف فينا أقوله صباح الخير أو يشوف فيك مباشرة بعدما تخرج من البلاطوية تصل بي يقول لك سيب العياط يعني يجوز عندي للمكتب واشنو هي للورقة ولا الحلول اللي تقترحها باش أنه الحزب يخرج من الأزمة تعالح إلي قال لي جوز علي المكتب ونقول له يا أخي يا أخي ما كانش لي أعترض لي في الطريق كنجي جاي عندك وإلا تحب تجي المكتبي مرحبا بيك أنا عندي مكتب بس أحي إلي أحب نتلاقاه لأنا عند الشروق نتلاقى به مرحبا بيكم ما عندي حتى مشكل نتلاقى معاه ونتكلم معاه وراني قلتك هو واللي كان قبله هم مناظرين وأعضاء اللجنة مركزية المؤتمر التاسع ما بعد المؤتمر التاسع كله زائف وما هوش عنده جيد من الصحية هو جاء إذا جابه شي عالج الأمر أهلا وسهلا وإن شاء الله السيناريو واش تختارح لمتاسي بالعيات للخروج من هذه الأزمة تغيير المكتب السياسي مثلا نختارح لوبا هذا الشي اللي راه مرتكز عليه هو وجابه راه جاء على باطل ويبقى باطل وبالتالي هو الآن مسؤوليته تتكتب عليه تاريخيا بأنه من ناحية الأمر الواقع راه على مقاليد الحزب حاليا لازمه يجيب التصريح اللازم باش يروح يحل العقدة هذه تالح ما يخرجي لها عقدة أخرى والسبع عقد أخرى بالطريقة هذه يبقى دائما في طريق مستود ويذهب هو واللي يرشحهم يروحوا إلى الفجل بسعق ويشنه هو الحل يعود يعقد مؤتمر استثناء آخر لانتخاب من عامة جديدة للحزب نحن نقطع للرئيس بأنه يدير لجنة تجمع الفورقة وتفكر في أمور الحزب وبكل جديد وسبق أن الرئيس عبد العزيز بود أفريقا بعد 99 وفي 2003 و2004 و2005 أننا تنعقد مؤتمر ثامن والغات والعدالة وصبحنا في وضع تالفراغ جاء الرئيس وكلف الآخر عبد العزيز بن خادم ومجموعة ودرنا مؤتمر ثامن جامع عنا سابقة نديروا مؤتمر عاشر تحبو ذو استناعي ولا موش تثني جامع ما يفرقش ونكونوا بالعناصر السليمة والصحيحة واللي هي أفلان صح ونروحوا لانتخابات ونربحوهم لكن ست شهور قبل الانتخابات البرلمانية تشوف أنه الوقت كافي على عقدة مؤتمر استثنائي ولم شمل الفرقاء ووضع قوائم من جديد في الأمور السياسية وفي الأمور النظالية خاصة داخل عزبرا لي كتفرعه قبل ما يبدأ يمشي ما يقدرش يوصل وليدير لكن من ناحية التنظيمية هل تشوف أنه ستشهور مدكا فيها هل تسألت هل يجاوبك هل يجاوبك أنا هل يجاوبك ومدير كل قدر والعمق لسؤال رتب روحي باش نسكي سمعوني يفهموني طبعا في السياسة ما كانش مستحيل قبل شهر كان يقولوا باللي الآخر اللي كان في المنصب هذاك قاعد إلى الأبد ولا حاجات التحرك ولا كذاش صبح سواديزة جمعة النجلة مركزية وتم العمل وانتهت وجاء جماله عبد أباس وسلام لما الضرورة مش ينجح الحزب وينجح الحزب ورئيسه عبد العزيز بوت فريقة ما نقدروش نقولوه باللي راح الحال ونستنو الاشتراع إلا استنو للتشريعات السلام عليكم شوف أنه الأفلا إذا راح كمارة هو حالين للتشريعات ما يخرج بحتى حالجا ريح يخسر وإحنا راح رحينا رشحوا الناس ورشحوهم أفلان تعصح واللي يرشحوهم هما وما عندهم ش صنف نتالوا أفلان احنا نعملوا بما ينجحوش ودرناها في مجلس الأمة في مجلس الأمة الناس اللي يرشحوهم ومناضلين مشينا معهم ونجحوا والناس اللي ما هم مش مناضلين ولا ما يستهلوش بش يمثلوا يقولوا أفلان سقطوا أخي واضح ورح الأمور وانا غير عني نهضر معك انت صح نهضر مع الناس اللي يسمعوا فينا بسعرالي نتكلم ثاني مع الرئيس ونتكلم مع جمال والد عباس ونتكلم مع الناس اللي حبوا يسر كله جمال والد عباس ويقولوا لو ما تغير ش المكتب السياسي ويبقى كما هكذا هذه إذا نجحوا يروحوا ويروحوا هما معه ولكن الحزب يبقى وموقفنا السليم يبقى يبقى حزب يقوم وموقف السليم يبقى في الآخر عبد الرحمن أبو العياط وجمال والد